فكرة النظام الكيميائي ده هو الناس بتاكل صنف واحد من الأصناف يعني مثلا بنختار مثلا النهار ده يوم فاكهة مثلا فناخد اليوم كله فاكهة النهار ده مثلا يوم بروتين فناخد يوم كله بروتين النهار ده مثلا يوم فيه جزء من نشويات ناخد يوم كله نشويات فكرة النظام ده معتمد على أن أنا بعتمد على أن أخد صنف واحد من الأصناف وكامل بيه اليوم كله فيه نظام اسمه نظام المية يوم كله إيه شاب مية فهما؟ فيه تفاصيل كده في النظام ده بتخلي إن الشخص إزاي هو يعني ياخد صنف واحد خلال اليوم وبالتالي بيمنع أصناف تانية كتير سواء بيمنع بقى الفاكهة بيمنع الخضار بيمنع هو بيشتغل على صنف واحد بس خلال اليوم سوف واحد يعني يقول للبني أدم مثلا النهاردة أنت تاكل فاكهة بس مثلا برطقان بس اليوم كله فطار غدا عشاء برطقان ماشي النهاردة مثلا هنأكل موز مثلا فهما اليوم كله موز حل مثلا فيه هنأكل مثلا نهاردة مثلا برطين مثلا اليوم كله فطار غدا عشاء برطين بدون مدخل أصناف تانية بدون مدخل خضار بدون مدخل فاكهة بدون مدخل البيان بدون يعني فكرة أننا النظام معتماد على سيستم واحد وده اللي هنتكلم فيه وده بعد كده بيخلق تفاصيل كتير مشاكل كميائي جدا 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 شارة بس ما تجريش مني يا رب بسا احنا تبتفقين بالفاصل يا دكتور ليسا مو أصلا كيميائي كيميائي لأنه هو نظام كيميائي لأنه نظام كيميائي لأنه المتعرف عليه هو نظام سعاد حارية يعني نظام سعاد حارية يعني نظام باخد فيه كل الأصناف باخد فيه كل الخضار فاكهة ألبان نشويات سكريات ده متماسل نظام متماسل أما الكيميائي ده كيميائي لأنه بدخل صنف واحد بس فكده دخل كيميائي لأنه خلي الجسم يستفيد من صنف واحد بس ويريفك ببقية الأصناف هل النظام الكيميائي دا ينفع نقوله كل محشي طول يوم كل شوكولاتة في نشويات خلاليوم إنما في نشويات أخلال يوم لو ي substance去 يوم لو ييكل حياة فيها مكارونة إنما ف지كر كلها في النظام ده إنه النظام بيعتمد على صنف واحد أشجدا الله يكون كيميائي صنف واحد و�نف واحد ده كيميائي ازاي صنف واحد طول الأسبوع؟ لا كل يوم يعني أنهه ده مثلا البرتقان مثلا فهاخد يوم كل البرتقان بكرة يوم الشوكولات بكرة يوم شوكولاته أو المكارونة مثلا هاخده كل يوم فهما فيها حيات نشويات بوكا بروتين هفطة وتغدى واتعشة بروتين بس بدون مدخل معها لاعيش بدون مدخل معها زبادي بدون مدخل معها خضار فهو ده نظام بيعتمي الكيميكالز ان انا بدخل صنف واحد من الاصناف وبمنع الاصناف التانية كيمية الجسم نفسها تبدأ تتغير ليه لاننا النهاردة منعتها من الاصناف تانية وبنا اصلا خلقنا في الاساس ان احنا بناخد كل حاجة دي بتخسس قد ايه بقى الكيمياء ده هنقول بقى هنقول الكرسى بقى يعني تخس ادي اكيد بتخسس كتير طبعا كتير اه يعني تخلي نهاردة جيت منعتك مثلا من اكل مثلا ثلاثة ايه ما لازل تخسي طبعا هو تخسي كتير بس هل هو ده انا فعلا خسيت دهون انا فعلا جسمي كده لا لا ما تقولش بقى طيب سؤال الخير قبل ما نطلع الفاصل هل مطلوب في نظام الكيميائي ده يعني الدكتور او دكتورة بيحطوا النظام ده بيقولك اشرب ميا كتير عشان تساعد على اه ولا بقى مفيش فالص بيقولوا اشرب ميا كتير امكنك على البيوصل لنا يعني اشرب ميا كتير حتى شرب الميا كتير زيانا عن اللزوم عن نظام الكيميائي ده غلط على المعدة يعني النهاردة اكلت مثلا وليكن نصر غيف عيش مثلا هلين فاقوا بعدين تحت بقى الليتر مياه هو مش الزابط يعني لازم اقفى تماثل حتى عشان الهضم عشان هو موضوع كده ايه قصة كبيرة بس اعاز اقولك الملخص موضوع الانظمة اللي هتكلم طبعا كل ماه على موضوع الانظمة ان بقى فيه اختباعات يعني فكت مثلا ناس اننا رضي اقولك ايه فيه اختباع جديد مثلا من نظام الفلاني فالناس كلها تيجيه ليه ويالله هو ده لاختنا هو ده لاختنا اللي احنا عايزينه في الاخر فهو مالوش اساس طبي صحي مظبوط وهم اهو محدش عايف في زكان ده تمام ولا حيخسوا واللي قاله ده يعني اللي قاله ده اختباعه ده هو مثلا ده مختبع مثلا اختباع النظام ده يعني هو الفكرة كلها انا فيه مختبعين كتير هو الفكرة فيه اساسه ايه يعني الاختباع النظام ده مثلا حد علمي مثلا قاعد عامل نظام ولا هو قصة كلها الناس اقلوه ومشوا عليه وجاد كده الموضوع بالخب لو عملت النظام الكيميائي ده عشان عندي فرح لمدة 3 يام في عمري كل يدرني لو صحتك لو انت من الناس اللي عندها أنيميا او الناس اللي هي عندها مثلا صحتك ضعيفة او انت فاهمها يدر طبعا يدر طبعا يدر لو انا تمام يدر بجده اعملت مرة واحدة في العالم اول دفع بيحصل بعد تاني وثلاثة يوم تلاقي واحدة مثلا فجأة هم عليها مثلا فاهمها اه طبعا ما فيش وصل لها عن نصر غزائية تانية فاهمها وبعدين جو حرمان الحرمان ده مش مش حاسمها نظام ضايت يعني حرمان نظام ضايت يعني نظام اكل نظام اكل فاهمها مش نظام حرماني انا محرم النهضة نفسي فبالتالي انا بالتالي بعد او موقف هيجيلي نهم بس 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 داخل برضو داخل برضو في الكارسى عايز تدخل عايز تدخل في الكارسى لي دلوقت يعني نسمعنا بوصل هو موضوع كبير طيب